المسيح الكلمة الاختبار بالنسبة للمسلمين هي الاختبار أو الامتحان مش الاختبار اللي احنا بنشير إليها خالص يعني احنا متكلم عن شيء اختبر الإنسان أيها هي الخبرة أنا عملت كده توضيح لكلمة الاختبار كتبت عنها أن هي ليست الامتحان ولكنه خبرة الاختبار هو خبرة بمعنى التعرف على الأمر بشكل مباشر شخصي كلمة الاختبار الشخصي المسيحي هو الاختبار الذي يؤدي إلى تبعية المسيح الذي يؤدي إلى خبرة مباشرة بالله وخلينا أضيف شيء أن هذا الاختبار هو تغيير يحصل في حياة الإنسان تغيير جذري ينتقل من الموت إلى الحياة من الظلمة إلى النور من الجهنم أو من الهلاك الأبدي إلى الحياة الأبدية والحياة مع يسوع المسيح فيصبح إنسان جديد خليقة جديدة ابن للرب بنت للرب وعنده ضمان للحياة الأبدية ترجمة نانسي قنقر